أجواء مائلة للبرودة غداً ولكن تبقى الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والتقص بارد ليلاً وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزانا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم اتعاد المنخفض شبه الخمسيني الذي كان يؤثر على المملكة وأصبحت الأجواء أقل غباراً كما شاهدناها من الأيام الماضية وكما نشاهد هنا من خراء الدرجات الحرارة اندفعت كتلة هوائية باردة خلف هذا المنخفض الخمسيني وأصبحت الأجواء أبرد من الليلة الماضية تقريباً بعدة درجات وكان انخفاض حاد على درجات الحرارة كما نشاهد هنا هذه الليلة أيضاً تبقى الأجواء باردة وأبرد من الليالي الماضية خلال ساعات هذه الليلة بمشيئة الله أما نهار يوم الغد تكون الأجواء مائلة للبرودة ولكن تبقى لطيفة في البحر الميت والأغوار والعقبة وتكون الأجواء بشكل عام مائلة للبرودة وباردة نسبيا في باقي مناطق المملكة في العاصمة عمان وتحديدا في هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 20 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة وفي العاصمة عمان تتراوح درجات الحرارة ما بين 16 إلى 14 درجة مئوية مع وجود غيوم بتفرقة خلال الثلاثة أيام القادمة بمشيئة الله درجات الحرارة الليلية تكون 8 درجات يوم الثلاثاء يوم الأربعاء تصبح 6 درجات وتعاود الارتفاع بشكل بسيط يوم الخميس لتصبح 7 درجات مئوية ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد 18 إلى 11 درجة مئوية في المفرق 19 إلى 12 جرش 19 إلى 11 درجة وفي عجلون من 17 إلى 9 درجات مئوية في ساعات المساء عمان 16 إلى 8 درجات في الزرقاء 19 إلى 12 درجة في البلقاء 17 إلى 8 درجات مادبة 16 إلى 9 درجات في البحر الميت أجواء لطيفة من 25 إلى 26 درجة مئوية عفوا إلى 16 درجة مئوية في ساعات الليل في الكرك 18 إلى 9 درجات في الطفيلة من 15 إلى 9 درجات في معان من 19 إلى 9 درجات جبال الشراء 14 إلى 6 أجواء لطيفة أيضا في العقبة من 24 إلى 14 درجة مئوية في ساعات الليل في الويشيد 20 إلى 12 في الصفاوي 20 أيضا إلى 12 وفي الأزرق من 21 إلى 12 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز سقس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري